شوفنا مع بعض الفيديو اللي فات الريزيتريشن سكرين وزي ان احنا نشتغل عليها الموضوع كان بسيط شوية او كان فيه ويجيتس كتير احنا لسه ورده في الاول يعني بنتمرن مع بعض على الويدجيتس بنعرف انواها كتير من الويدجيتس لسه الموضوع هيروح لليفل الادفانسد شوية مع الوقت بس احنا دلوقتي بنصمم بعض الاسكرين اللي تقريبا مفيش اي ابليكيشن هيخلوا منها او لازم اي تطبيق تشتغل عليه في الغالب هي كنفيه حالي حاجات كي؟ يعني لوجن والعبط وكمان فورجيت بوثورد واسكرين منها YE كمان لدينا السبلى مكتازه اللي هي بتكون عبارة ان اول fluoresر بتظهر لما الأه deton jack عندنا كمان الأونبوروڤنج سكرين ودي بتبقى عبارة عن بعض النقطات بتشتغل ورا بعضه عشان بتدي بعض المعلومات عن الأهiso يعني مثلا لما بنيجل نلسل initiatives you اول حاجة او اول مرة بنزل فيها التطبيق ايه اللي بيحصل اول حاجة بيقول لك مسلا انك انت الااب ده ممكن تستخدمه في واحد اثنين تلاتة وبتعمل ايه زي سوايب ليفت او سوايب بالشكل ده او بتعمل سكيب وتروح ليه اللوجين عشان تعمل لوجين ثم بعد كده تفتح الااب بتاعك فدي كلها بيزيكس او مين كور سكرينز موجودة في اي قبليكيشن احنا هنشتغل عليه دلوقتي احنا هنستخدم مع بعض الاسبلاش سكرين هنعمل اول سكرين بتشتغل لما الااب بيفتح وبتظهر لمدة تقريبا تلاته او اربعة ثواني بالكتير بعد كدا الاب بيشتغل معاك ميزة اسبلاش سكرين حاجات كتير اول حاجة في التلات ثواني دول بعض الشركات بتستخدم من اسبلاش سكرين دي علشان تظهر لوجو بتاع الابليكيشن لمدة سانيتين او تلات ثواني professore دي بتخلق زي علاقة ما بين الابليكيشن واليوزر ان انا دايما لما اجي افتح مثلا ابليكيشن الفيسبوك فانا في الغالب بشوف اللوجو بتاع الفيسبوك لمدة 3 ثواني فبحفظ اللوجو ده اول ما بشوف اي ابليكيشن فيه اللون الازرق على طول بيجي في بالي على طول الايه الفيسبوك كمان بتستخدم الاسبلاشي سكرينة عشان نعمل لود لبعض الحاجات في الباكجراون يعني انت مثلا لما بديك تفتح ابليكيشن الفيسبوك اللي بيحصل بيظهر لك في الاول الابليكيشن الفيسبوك لمدة ثانية ثانيتين كده بيعمل لودنج ليه عشان بيكون في الباكجراوند بيعمل لودنج لبعض البوستس او البوستس او الكومنس والحاجات دي كلها فالسبلاشي سكرين مهمة جدا في الفيديو ده كمان احنا هنستخدم بلوجين وهيبدأ معنا اول تعامل مع موقع مهم جدا 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 لاي حد شغال وهو موقع الباب دوت ديف ده موقع مشهور جدا بنستخدمه عشان نعمل لبعض الباكججيز او الديبندنسيز اللي احنا بنحتاجها لما بنيجي نشتغل على المشروع بتاعنا هنستخدم اسمها فلاتر اسبين كات دي بتبقى عبارة عن بعض الودجيز اللي بتعمل زي لودنج كده او بروغرس بار بنستخدمها لما بنيجي مثلا نعمل سبيلاش سكرين بنستخدمها لما بنيجي نلود صور او حاجات معينة من الايه الابي ايز او الانترنت او الحاجات دي كلها تعالوا نشوف اذا نعمل مضادة بشكل ايه تكنيكا دي اخر حاجة احنا كنا عملناها طيب نبدأ دلوقتي نروح على موقع جوجل ونكتب باب.dev هيفتح لنا الموقع ده زي ما احنا شايفين هبدأ ان انا اثيرش على الباكجيز زي ما احنا شايفين طبعا الموقع ده الوفيشيال باكج اربوزتري فور الدارت ان الفلوتر سببورتد باي جوجل وزي ما احنا شايفين كده دي بعض الفلوتر فابوريتس الموجودة اللي تقريبا الناس كتير قوي بتستخدمها زي البروفايدر واليوريل والجوجل فونتس والباست بروفايدر والحاجات دي كلها والفلوتر بلوك والفارباز والسنتيكيشن والكور والمساجينج والحاجات دي احنا ان شاء الله هنستخدمها خلال ما احنا نشغالين في الكورس بتاعنا طيب الموقع ده برضو فيه المست بابلر باكجيز دي اكتر الباكجيز استخداما في الفلوتر زي الدايو دي باورفول باكجيز بنستخدمها عشان نعمل ابي اي كولز هنتكلم عنها ان شاء الله قدام شوية دلواتي هنروح على السيرش هنا ونكتب كلمة فلوتر سبين كت ونعمل سيرش هنلاقي الودجت او الباكج اسمها فلوتر سبين كت دي البابلارتي بتاعتها مية في المية يعني الناس كتير قوي بتستخدمها وحصلت على 3107 لايكز زي ما احنا شايفين هكليك على فلوتر سبين كت بالشكل ده هيبدا يكلمني شوية عن الودجت دي وازين انت تعمل để SULL عندك و KIM و كمان لما بنيج نGGULL dOWEN باوريك ازين انت تعمل انت تعمل لها او تستخدمها و باوريك showcase زي يعني LOADING DIALOGص كتير قوي ممكن تعمل لها COLD båالشكل دهن Lonely هنروح دلواتي للفلتر اسبينكت ناخد الكلام ده كابي ونروح على الاندرويد ستوديو ونبدأ نفتح ملف البابس بيك دوت يامل اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية الكورس ونسكرول اوب شوية كده هنلاقي هنا كلمة دبندنسيز جواها فلتر اسدكي فلتر وعندي هنا حاجة اسمها كوبرتينو ايكونز هاجي بعد الكوبرتينو ايكونز واكليك على انتر ثم اعمل بيست للفلتر اسبينكت ديبندنسي الخاصة بنا ولازم ان انا اعمل باب جيت علشان ابدأ المشروع بتاعي بالويتجيت اللي احنا او البلادين اللي احنا عملنا لها اا انستول هكليك على باب جيت واستنى جزء من الثانية لحد ما يخلص اهو خلص معنا بالشكل ده كلام زي الفل طيب دلواتي هنبدأ ان احنا اول حاجة احنا قلنا عايزين نعمل ايه ديزاين ليه اسبلاش سكرين يعني اول مفتح الاب بتاع يبدأ ان هو يظهر الاسبلاش لمدة 3 ثواني ثم بعد كده يفتح الاب بتاعي طيب هاجي هنا على اللي فولدر وهبدأ ان انا اكريات نيو دارت فايل واسميها اسبلاش سكرين بالشكل ده طيب الاسبلاش سكرين هتكون استيتفول ودجيت ونسميها اسبلاش سكرين بالشكل ده ونعمل طبعا امبورت للماتيريال بالشكل ده ونراترن هنا بدل السكافولد او مايش ممكن نراترن السكافولد عادي طيب دلواتي احنا محتاجين الودجت دي اولودجت يتاعمل ليه هران فهروح ليه المين كلاس بتاعنا هزود باس هسميه بدل لوجين اسكرين هسميه اسبلاش سكرين وهنا اخليه بينافيجيت على السبلاش سكرين ونخلي الانيش الراوت هو السبلاش سكرين بدل اللوجين بحيث ان احنا لو جينا هنا في مسلا سوري ده اللوجين ورجستر لو جينا هنا في السبلاش سكرين جوه الباضي مسلا وروحنا عاملين زي سنتر كده وفي السنتر ده عملنا تشايل جوه تاكست التاكست ده انا قلت له فيه كلمة سبلاش سكرين وجينا عملنا نران الاب فاول حاجة هتعمل ليها كل هو الباضي اللي فيه تاكست كلمة اهو سبلاش سكرين طيب هنبدأ ان احنا نشيل بقى السنتر ده ونيجي في الباضي نسيرش على حاجة اسمها سبان كت سبان كت اهي وكل دي ودجت احنا ممكن نستخدمها يعني مثلا سبان كت روتاتنج سيركل تعالوا نستخدمها ونخلي الكلر بتاعها colors dot white ولو جينا عملنا rerun الاب اوكي هي شغالة معنا بس الدورية مش باينة قوي فدي حلها ان انا اجي هنا اعمل background color للسكافولد كله وقوله colors dot blue بالشكل ده ونعمل ليه rerun الاب من تاني هنلاقي اهي الودجت ظهرت معنا rotating circle بتاع من اللودينج لحد دلوقتي السبلاش سكرين شغال معنا زي الفول بس احنا عزين نعمل ايه احنا عزين نعمل الاسكرين دي تشتغل لمدة ثلاث ثواني بعد الثلاث ثواني دي تعمل navigate على login screen وعشان كده هنا بنيجي جوه السبلاش سكرين طالما هي state في الودجت اقدر ان انا اكسس على حاجة اسمها الستيت الستيت يعني الحالة بتاعت الابليكيشن وعندي فانكشن اسمها inet state ال inet state دي اول حاجة بتعمل لها call وانسى ان انت عملت run للسكرين دي فانا بقوله في ال اسكرين دي اول ما تعمل run لها استنى ثلاث ثواني بعد كده ابدأ انك انت اعمل navigate هنعمل ده ازاي هبدا ان انا اقوله اعمل function void اسمها inet state جوه inet state دي هنعمل call لل super dot inet state بتاعتنا اوكي بعد كده نبدأ ان احنا نقول ودجت او class اسمه timer ال class ده جاي من ال package اسمها dart ال timer ده هنبدأ ان احنا بياخد معنا duration هقوله duration هيبقى عبارة عن 3 ثواني نضي له seconds ثلاثة بالشكل ده ثم بعد كده هبدأ اقوله ان هو يعمل navigator dot بس بدل navigator dot bush push replacement push replacement يعمل ايه؟ بيشيل السكرين اللي قبل كده ويحط بدلها السكرين بتاعت login فهقوله push replacement من context من context وهنا هبقى اقوله material page route off context ويروح رايح على ال screen اللي اسمها login screen كودجت ونحط هنا السمي كولوم بتاعتنا احنا المشكلة كانت في الاقواس بالشكل ده فبنبدأ ان احنا نقوله جوه ال timer بنعمل duration of seconds لمدة 3 ثواني بعدها اعمل navigator dot bush replacement من context يعني مكان ما انت واقف روح على ال material page route اللي فيها login screen دلوقتي هنعمل run الاب بتاعنا ونشوف ايه سيحصل زي ما احنا شايفين هنا بدأ ان هو يديني warning ال warning هنا ليه علاقة بال سمي كولوم اه هنا في هنا بس في قوز زيادة دي الشكل ده طيب كلام جميل زي full نعمل run من تاني المفروض دلوقتي ال screen تقعد 3 ثواني بعد كده تفتح لنا login screen وفعلا ثلاث ثواني أهم بعدها فتح إليه تاني تعالوا نشوفوا الرمين تاني بتقعد ثلاث ثواني بعدها بتفتح معي يبقى احنا كده شفنا مع بعض إزاي نحن نعمل بشكل بسيط الفيديو اللي جاي هنتعلم إن شاء الله ودجيتس مختلفة